أحيي هذه الأسرة التي بدأنا في هذه القاعة قبل ثلاث سنوات بستة وخمسين عضوا في ضف يعني مأسوف عليه ونحن اليوم ثلاثمائة وخمسون عضوا من كل الفروع فلنصفق على بعضنا ونهنئ بعضنا منذ البداية مرحبا بكم في داركم من الجهات الاثنى عشر مرحبا بكم على تشبتكم وتماسككم بهذه الفيدرالية رغم كل شيء والله إنه بيت لا يعيد بشيء ولا يعطي شيء ولا يغري بشيء ورغم ذلك لا يجمع إلا الدين لهم يعني انتساب لهذا العنوان للبنط العريض يلو هو الانتصار للمبادئ نحن في لحظة تاريخية بكل مقايز افتتحنا مؤتمرنا العاشر للفيدرالية المغربية لنشرية الصحف بعد منور 21 سنة على تكسيس لا فيما يتعلق بالحضور البدوي وفيما الوازنين ولا فيما يتعلق بعدد الحضور الذي تضاعه في ستة مرات مقارنة مع جمعنا العام الاستثنائي في سنة 2020 فهذه في حد ذاتها رسالة لمن يهمهم الأمر على أساس أن الفيدرالية هي ليست ممتل فقط أكثر تمثيلها إنها بعيدة جدا في قوة تمثيلها تمثيليتها وهذا يعني ليس بدعات للتباهي ولكن الواقع لا يرتفع إن الناس عندما تريدوا أن تشريع له أو أن تصلح أحواله فهم المعنيون بها وهذا هو ما عشناه كمقارمة تشاركية منذ استقلال المملكة فما يقع اليوم من محاولة تهميش فاعل وازن ما هو ينمضي على الوقت لأنه لن يجديه في نهاية المطار والفيدرالية رقم صعب لا يمكن التجاوزه يوم هذا المؤتمر هو مؤتمر انتخابي وعطينا به درس على أننا نحتاري متوقيت جديد لا يمكن وزمن زعماء الخالدين والجمعيات والأحزاب غير موجود في الفيدرالية نتمنى أن يقتدي بهذا الآخرون وخصوصا المجلس الوطني الصحفة الذي كان ممكن جديد لا يمكنه بانتخابات بسيطة كما ما نحن مقدمون عليه وبالتالي أدعو كما المؤتمر كل شركائنا وزملائنا باسم التاريخ وباسم الوزن وباسم الصحافة المغربية الوطنية والجهوية إلى أن يكونوا جديدين كل صراحة هذه الرسالة حتى تكون صحافتنا مرفوعة الرأس وهي كذلك مرفوعة الرأس رغم الأزمات ولن تخفض رأسها حتى وإن يعني اصداقت بها الأزمة لأن هذا الرأس المرفوع هو الذي سيجعله هذه الصحافة في خدمة المجتمع والله هو لي وتوفق أنا كنت وزيران كنت كاتب عام في الفيدراليا المغربية لناشة للصحف وشغلت تحت رئاسة السيحة للهاشمة رحمة الله عليه وأيضا سنوردين مفتاح هي مناسبة أولا لتهنئة الفيدراليا على تنظيم مؤتمرها في هذه الظرفية التي تظهر في هذه الرجلة إلى تعزيز مصاريها الديمقراطي والإعلامي أيضا هي مناسبة لتهنئة الفيدراليا على المشروع الجيهوي الذي محرط فيه ووقفنا على مستوى التقدم في إنجازه أعتقد هذا المحطة من نسبة إلي محطة لتنويه المجهود الذي يدل ولهذا كنت جيد سعيد بفضور هذه الجيهة بستاحية وتقاسم هذه المشعور وهذه القناعة المؤتمر أولا تنظيم القطاع المستوى المهني هذه أولا مسؤولية المهنية يعني هذه مهنة حرة مستقلة دستوريا الدستور قال الدولة تشجع قطاع الصحافة على التنظيم الذاتي بكيفية مستقلة وديمقراطية إذن الشرط الأساسي لتجاوز أو رفع التحديات المرتبطة بالفوضى أو المرتبطة بتراجع مهنية أو المرتبطة بحاجة إلى صحافة مسؤولة ومهنية ومستقلة هو التقييد والشرطين لدينا نص عليهم الدستور أنا شخصيا في 2011 كنت ضمنوا وفد الفيدرالية الذي تقدم أمام اللجنة التي أحدثها جلالة ملك محمد السادس حافظه الله المكلفة بالدستور وتقدمنا بهذه الرؤية ودافعنا عنها لتجاوز الإشكاليات علينا أولا أن نستثمر في تنظيم ذاتي بكيفية مستقلة وديمقراطية لإقرار احترام فعلي للأخلاقية المهنة كما عتمدت في إطار المجلس الوطني للصحافة وأيضا العمل على الاستثمار في التكوين والتأهيل والتقييد بالقواعد القانونية التي تم تنصيص عليهم باعتبار الفيدرالية المغربية لنشر الصحوف منظمة مهنية عريقة تدخل اليوم عامها الواحد والعشرين فبالتالي انعقاد مؤتمرها احتراما لتوقيته القانوني بالضبط هو في حد ذاته رهان من رهانات الأساسية التي بمجرد افتتاح المؤتمر تعتبر الفيدرالية أنها ربيحته الرهان الثاني اليوم هو أن الفيدرالية تعتبر أن مهنة الصحافة في بلادنا تعيش العديد من التحديات والعديد من المعظلات التي لا يمكن الجواب عليها بحلول تمتح من الأنانيات والتوترات والهوامش بقدر ما تستدعي انكباب كل جهود المهنية لبلورة الأجوبات الشجاعة والجريئة الفيدرالية المغربية لنشر الصحف تمد يدها للجميع من أجل حوار عقلاني منتج لأجوبة مناسبة لقضايا المهنة هذه الأجوبة التي ترى الفيدرالية أن الرهان اليوم يجب أن يكون على القانون أولا يجب أن يكون على الحلول الاستراتيجية المهيكلة الأساسية وعلى احترام المقاربة التشاركية من طرف السلطات العمومية وداخل الجسم المهني الوطني إذا استطعنا جميعا أن نقفز على ذواتنا وأنانياتنا وننكب جميعا على التفكير في مصلحة بلادنا سنستطيع فعلا كما رفع المؤتمر هذا الشعار أن نصل إلى صحافة مرفوعة الرأس وتكون في مستوى التحديات المطروحة على بلادنا اليوم أن نتبهون القرار تفروع الإدران المرد للنشف الصحوف ننبه الجهاد كذلك من بعض المشاريع الرغفة حول معاير الدعم العموم والتي من شأنها الثيان تلطي النسيج الإعدام الوطني وأسف الشيء الذي سيقص حقيقة بالأمن الإعدامي للأدنة ترجمة نانسي قنقر